شهدت قرية الألف تابع لمركز كفر سعد في دميات انطلاق قافلة طبية شاملة على مدار يومين ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين تم توقيع الكشفة الطبية على المواطنين من خلال 12 عيادة تخصصية بالإضافة إلى تحويل حالات حرجة لتلقي العلاق بالمستشفية وإصدار قرارات على نفقة الدولة وإجراء تحاليل معملية كما تم تنفيذ العديد من الندوات التثقفية إضافة إلى الصيدلية لصرف العلاج بالمجان بها أكثر من 160 نوعا من الأدوية القرية هنا من ضمن القرى التي نستهدفها بالقوافل للاجئة لأنها ينطبق عليها معايير إقامة القوافل بتوعد من القرى البعيدة والمحرومة من الخدوات الصحية القرية هنا لا يوجد وحدة صحية فبالتالي نستهدفها وكمان بعيدة ومحرومة فبالتالي نستهدفها بالقوافل القفلة النهاردة طبعا قبل ما بننزل القرية أو قبل ما بنعمل القفلة في القرية بنرجع مركز المعلومات اللي عندنا وبنرجع قاعدة البيانات اللي موجودة معينا بنشوف الاحتياجات الصحية الخاصة بالمكان بنشوف إيه التخصصات الطبية اللي هنبدأ نوفرها في القرية إيه أكتر أدوية ومستلزمات وتخصصات كانت موجودة معينا في آخر قفلة فبالتالي بنوفرها بشكل كبير في القفلة اللي هنقيمها القفلة الطبية طبعا جات علينا السنة لفاتت ومن الحدث اللي عملته احنا كنا في استقبالها السنة دي بكل سرور لإن القفلة العلاجية فها كل التخصصات الطبية فإشعاته فاتحة ليل فيه إقبال من الجمهور على الأماكن العلاجية يعني ما شاء الله يعني ناس كلها متعاونة وبنشكر الصحة وبنشكر اللقام وبالإنجاز العظيم ده اللي عمل لخدمة أهل البلد وأهل القرية الحمد لله داكاترين الميامية والله وابنهم قبلوا حلوة وكشف عظام وكشف بطني وجراحة أنا كثل النهاردة كشفت بطني ونظر وكويس جدا التكاتر كان أصلبهم كويس جدا وهما كانوا كويسين جدا يعني أصلبهم تردتهم كلام حلو الحمد لله أنا النهاردة كشفت والدكاترة جابوا لي علاج وقابلوني أحسن معابلة